لكن أنا عايز أقول لحضراتكم من غير التدخلات اللي عملتها الدولة في موضوع إتاحة زيادة أرقام على بطاقات التموين عشان يستفيد منها فئات محددة من اللي احنا بنقول إنه هم دول يعني أكثر تأثراً بالأزمة اللي موجودة من غير الإجراءات اللي اتعملت لزيادة المرتبات وزيادة الحد الأدنى والأهم عدم زيادة أسعار المرافق الرئيسية في خلال الفترة دي سواء الكهرباء أو حتى بعض الحاجات الأخرى اللي احنا يعني أوقفنا الزيادات بتاعتها وأعلننا إنه احنا مش هنزودها لغاية تلاتين ستة لولا هذه الإجراءات كانت الأسعار ممكن كانت تروح في حتة تانية خالص زي ما بيحصل في كل الدول اللي انتوا حضراتكم أكيد بتابعوها فإحنا بقدر الإمكان كدولة لأن خدوا بال حضراتكم الدعم اللي بتقدموا الدولة ماهو ده على عاطق الموازنة بتاعتنا وعلى عاطق قدراتنا المالية وإمكان أنا اتكلمت مع حضراتكم في هذا الموضوع أكثر من مرة وقلنا عشان برضو ما نقدرش ان احنا نتحمل أكثر من اللي احنا حطينه في إطار الموازنة عندنا احتياطيات بتصل إلى حوالي 130 مليار بقينا موجهينها بالكامل لاستعاب جزء من الأثار السلبية اللي نتيجة للأزمة العالمية ده هدفها الرئيسي عشان نتعامل مع هذا الموضوع ده شيء مهم جدا ان احنا بنتعامل به وبنتعامل به أنا عايز أقول بمزم من دهب لأن ببساطة شديدة الدولة المصرية عندها محددات كثيرة أنا ممكن أندفع في أن أنا أحاول أشيل دعم كبير جدا 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 حينعكس على خسائر وديون وقروض أكتر على الموازنة اللي حيدفع تمانها احنا بعد سنتين وتلاتة وحندفع أكتر فلازم يبقى الموضوع بيتاخد بميزان وتوازن عشان نعرف نقدر إيه اللي نقدر نشيله وما يحملناش أعباء كبيرة تنعكس علينا في خلال السنتين والتلاتة وعلى الأجيال اللي بعد كده فبيبقى هذا الموضوع مهم جدا أن احنا نتحرك فيه مرة أخرى وأنا بأكد ومش عيب أن احنا نقول هذا الكلام الدولة المتقدمة واخد سياستها أي زيادة تحصل تنزل على المواطن لكن احنا كدولة عارفين تماما أو ظروفنا وعارفين تماما المعاناة اللي بيبقى فئات في المجتمع المصري بتعاني منها فعشان كده بقدر الإمكان بنحاول نتحمل عن المواطن هذا الكلام إنما الأهم بالنسبة لي مرة أخرى كدولة إن احنا ندعم الفئات اللي محتاجة دعم وده اللي بيحصل النهاردة من توسعة مظلة تكافل وكرامة الحاجات التموين اللي تمت زيادة المرتبات وكل الكلام ده وبرضو الدعم التموين اللي بيحصل للفئات اللي موجودة في البطاقات التموين لكن في نفس الوقت أهم شيء عندي إن أنا توفير السلع وإن السلع تبقى موجودة في كل مكان للمواطنين بقى للفئات الأخرى الكلام ده بيحصل فيه زيادات طبيعي بيحصل زيادات لإن المدخلات زادت فما نقدرش إن احنا ليس من العدالة ولا المنطق إن أنا أقول ما يحصلش زيادة لكن الأهم إنها تحصل بطريقة عقلانية وعادلة هل تحصل بطريقة عقلانية؟ وبنى